دعت هيئة مقاومة الجدار والاستطان وفصائل منظمة التحرير إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الإسبوعية في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيليا وذلك لإحياء ذكرى انتفاضة الأقصى ومن بلدة كفر قدوم ينضم إلينا مرسلنا خالد بدير خالد صباح الخير يعني تبدو الأجواء من حولك هادئة لا أعلم إن كانت المسيرة على ما يبدو لم تبدأ بعد هل من مؤشرات عن ملامح وحجم المسيرة خاصة وإنه دعية إلى مشاركة واسعة خالد نعم بالفعل هدوء حذر وهدوء ما قبل عاصفة المواجهات التي ستندلع في كفر قدوم في المسيرة الأسبوعية إلى الشرق من مدينة قلقيليا حيث دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل منظمة التحرير إلى أوسع مشاركة حاشدة في إحياء ذكرى انتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية التي أحدثت تغييرا جغرافيا وديمغرافيا في مناطق عدة من الضفة الغربية وتحديدا هنا في بلدة كفر قدوم حيث أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق الذي يربط القرية بمدن شمال الضفة الغربية منذ انتفاضة الأقصى اليوم هي مشاركة لتجديد طبعا الحراك الشعبي الفلسطيني على الأرض الرافض للمخططات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على المزيد من الأراضي هنا على سبيل المثال في بلدة كفر قدوم نحو 3000 دنم تم مصادراتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيل لصالح الحزام الأمني لصالح المستوطنة وبالتالي منع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم والترقبات أيضا بمزيد من الاعتداء خاصة ونحن على مشارف موسم قطف الزيتون وتحديدا في المناطق المحاذية للمستوطنات المشاركة حقيقة لهذا اليوم هي واسعة رأينا قبل قليل حافلات كبيرة تنقل مشاركين من مناطق الضفة الغربية من القرى والمجاورة والمدن في شمال الضفة الغربية بهدف تأكيد الموقف الفلسطيني الموحد ضد إسرائيل ما الذي لحظته من انتشار الجنود الاحتلال؟ يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة في هذه المنطقة وسأتيح المجال للكاميرا بتصوير هذه المشاهد الآن لربما يتخيل المشاهد بأن المنطقة هادئة ولكن هذا هدوء حذر بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق خروج المسيرة ووصولها إلى هذا الشارع القريب من المستوطنة بنصب عدد من الكمائن بين الجبال وأيضا بين أسجار الزيتون مجرد ما أن تصل المسيرة إلى هذه النقطة ويقوم الشبان الفلسطينيون بإحراق الإطارات يبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية هذه القمم الجبلية هنا تصبح مرتعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وساحة للمواجهات مع الشبان الفلسطينيين وبالتالي يتحول المشهد هذا الهادئ إلى مشهد ساحة حرب حقيقية من خلال المواجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المواجهات يتعمد إلى طبعا إطلاق القنابل الغازية صوب الأحياء السكنية وصوب المشاركين بصورة سلمية الذين يرفعون اليافطات والرسائل الفلسطينية التي تؤكد على أحقية الفلسطينيين بأرضهم وأن المسعى الفلسطيني هو لإحباط المخطط الاستيطاني بالسيطرة على المزيد من الأراضي والرسالة طبعا تشمل كافة الفعاليات في مناطق الضفة الغربية سنبقي عينا بطبيعة الحال على كل هذه الفعاليات وعلى تحركات المسيرة من كفر قدوم خالد بدير شكرا جزيلا